اشتركوا في القناة كل من الاستكشاف والإنتاج الاتفاقية الأولى التي سيتم توقيعها اليوم هي الأولى منذ إصدار قانون المحروقات الجديد والمتعلقة بالاستكشاف والإنتاج في منطقة حوض بركين الاتفاقية الاستراتيجية الثانية الموقعة اليوم تعطي بعدا جديدا لهذه الشراكة من خلال التوسيع نحو الانتقال الثقوي والتنويع المزيج الطاقة الوطني في الواقع تتعلق هذه الاتفاقية بالتعاون في قطاع انتقال الثقوي وتهدف إلى تعزيز التعاون القائم في المجال التكنولوجي ومواصلة الجهود سنترق للحد من بسمة الكربونية هذا المتعلق يمكن أن تقليد لتعزيز التعاونة في النتاون المناطق ايضا للتعاون المنطق للقائم في عمل هذه التعاون منذ التعاون على تجهز الوطني تصون 100% على الإنتاج الى المدارات هناك دعاون التعاون موضوع سنت ركايني أن يس عليك الزمارات على المناخ في تقنوجات أو إلىحدث على المكان عويات المجال فيحفيات جودة فضوما إن أصحاد فترة هو نوضع للمنظم، للمنظمة، 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 ويجب أن نجل دعونا للمنظمة في المنظمة، ولمنظمة على المسيحة، وعلى النظمة، وهذا هو فعله فى الكثير، ونحن نجد فيها المنظمة بشكل صعبا، في الأنهاتف نوم، نحن نقوم بسيارة أكثر من 5 مليارات في أعبادة نئلة، في البيورaffinerie. هذا هو نعمل ونعمل هذا المساعدة. ونحن نجد أن نشارك هذا مع سناطرق لأننا في الالجرية نحن نحن في نفسنا.